موسيقى يا نهرة يا زراء انت طاقة الدخل ده كله ازاي؟ جبت السجاير؟ حرام عليك نفسك انت حريط سجاير بتكلمني كده؟ انت مال اهلك اصلا؟ هتربيني على الاخر الزمن؟ لا اسو السجاير ايه والاكل اوه؟ قلتلك ما بعرفش هتزفت اطفح من غير واين سألت الباشا قال لي خمرة لا اسلوب روحهم ما بيقومش منها السجادة اتصلي بيه؟ مانفعش اتصلي بيه في اي وقت ما تهريش كتير اتصلي بيه عشان عايزها في موضوع مهم قال هنا موجود ولا انت عايزها انا احققه لك في الموبايلي؟ صفرناه نعم؟ هو كان لازم يسافر عشان انت تبقي فعلا سافرتي ونديم باشا بعطه فشان تتحدي تابعه مسافر بس متخفيش في اوامر بتقول ان محدش يرد على الموبايلي لا تلاقي في اوامر بتقول ان يرد كمان على مسجاد بنتي وخزار ابنني تصد انا معرفش اسم امه؟ بقولك ايه انا عايز اخد شاور اه؟ استحمى يعني مالك اه مالو تحت امر وانا بقى استحمى في الحمام المعفن بتاعك وده؟ او ده المتاح والامر اللي عندي ان انت مينفعش تنقلي من هنا الشنط اللي كانت في العربية ايه واع تقول لي سافرت هي كمان؟ لا ايزاي هتسافر لوحدها يعني؟ الشنط موجودة الشنط ايه؟ عايزة بقيت الشنط ما تبصريش كده عايزة غير هدومي ومالو انت حاجة بسيطة اجابلك الشنط وتطلعي منها اللي انت عايزها وعايزة شاورجال وشنفوه عشر دقيق وكل حاجة هتكون عندك استنى ما عندكش ايه ازازة وعين هنا؟ او حتى فتكا؟ مش هقوله بس بينا فكر لا ما تفكرش روحتها وما تقلقش كنت عايزة اقولك تانكيو على ايه بقى؟ ايه لي على ايه؟ لفي انك بتسمعني ده انا عربت اروح لدكتور نفساني بس عشان الاقي حد اتكلم معاه ناص؟ اعتبريني دكتور نفساني وتكلموا براحتك طب وانت زنبك ايه؟ بنا عقد بقى وعايزوا يكمل مش كل شوية هتقولي لايحة امريكا لايحة ما عرفش فيني بس انا فعلا كنت عايزة سافر انت مش بتخيل المودي اللي انا كنت فيه كنت بختنوء او محتاج هتكلم بس كلامي معاك طلعني من المودي اللي انا كنت فيه ودي حاجة تبسطني او مشكلتي ان انا عمري ما اخترت دايما في حد هو اللي بيختار عشان هو اللي بيفهم له اكبر مني هو اللي بيحب مصلحتي وبيحبني كل اللي مطلوب مني ان انا اسمع بقول حاضر ده باباكي لا ماما اللي يرحمها كان كل اهمها ان انا ابقى احسن من مريم عشان هي اللي فضلت هنا مع بابا وانا اللي سافرت معاها بعد ما انفصل عايزة توعودي هنا طول لما قلت له مش ايه عشان كان عندي اربع سنين بس ساعت مش قلتلك عمري ما عرفت اقرر من اول اسمي لحد ما رجعنا مصر من امريكا والمرة البحيدة اللي قررت اختار فيها فشلت لمس مش فشل مش كل واحد اتجوز وانفصل يبقى فشل وإلا انا كما نبقى فشل بس انا اللي عرف انك رجعت المراتق مش مظبوط مش مظبوط وحيات معلومات غير صحيحة الحكاية ابتدت بدكتور سنين ومظفة في السفارة اللبنانية هنا في مصر سنتها وجعتها وراحت للدكتور وبعد كم مقابلة راحوا عند المقزوم قصدك الشهر العقاري لانها مش مصرية انا ساعتها ما كنتش لسه تولدت عشان اعرف التفاصيل دي مهم انهم اتجوزوا وجابوا توينز ملك ومريم وبعد فترة ماما جالها ترقية بس في امريكا طبعا الدكتور ما نفعش يسيب العيادة ويسافر ومشاكل بقى وحورات واخناء انتهت بالطلق وباغرب اتفاق ممكن تسمع عنه هو اخد بنت وهي اخدت البنت التانية ويتقابله بقى في الاجازات ما تفهمش على ايه كل واحد فيهم اختار البنت اللي هتعيش معا ممكن عمله قرع ممكن اختي عشان شقية شوية ماما سابتها واخدتني انا ما عرفش كل اللي عرفوا اني فجأة لقيت نفسي بعيدة عم مريم واللي فاكرك وهي يسقوي وعمري ما هنسى دموعنا واحنا بنسلم على بعض قبل ما سيبها بسافر مع ماما وبعد سفرنا بقى دخلنا في دوامة انك لازم تكون الأحزن ماما كان جواها تحدي انها هتثبت لبابا بأي شكل انها هيفشل من غيرها وانه كان غلطان لما مسافرش معها وطلقه وانه طبعا مستحيلها يعرفي ربي مريم زي ما هي هتربيني والتحدي ده جه فق دماغي بقت عاملة زي عروسة الماريونت اللي بيمشوها بخيط ومتعرفش تقول لا البيسي ده حاضر كولي ده حاضر اتعلمي ده حاضر العربي بتاعك لازم يكون أحسن من المريم ما ينفعش مريم تبتريق عليك عشان ما بتعرفش تنطقي مصري صح حاضر واعتقولي ان انا اتجوزت لما تروحي مصر حاضر واعتقولي اني خلفت حاضر يا ماما فاضلت اقول حاضر حاضر رايبة في الاخرى اتخنقت قلت خلاص انا لازم اختار بعد كل ده وانتي كنت عايشة في امريكا ولا في قصيوت والله يوا ده اللي حصل في امريكا بس مع ام غريبة يا ابنتي متأكدة ان المنطق مش من قصيوت سكري خشفك يا ابنان انا قصيوت بتاع لبنان بقى كنت بخلص ورقة في القنصلية في نيورو وهناك قبلت حازن بالصدفة اعرفنا ببعض وكلمنا وبعد تقريبا شهر كنا متجاوزين حب عنين يا ريت هو انسان محترم وقلت ممكن يحتويني في الغربة ويعودني الفراغ اللي سابه بابا في حياتي لشان كده ما شفتش فرق السنة اللي بيننا ده كان حب لا ما اعتقدش كنت باسمع من اختي مريم عن قصة الحب اللي هي عايشاها كنت بحس ان غيرونا منها يعني امت حب زي زي البنات انا كمان دورت على الاحساس ده كتير بس ما لقيتوش والجوازي من حازن كنت فاكرة ان انا عايشة حالة حب بس لأ مش وقدة الاحساسي كنت بدور عليه طب اتجوزتي ليه عند عند شو قولك قررت اختار بعد فترة من جوازنا حسيت انا في حاجة غلط قعدت اقول ايه انا عملته في نفسي ده قال لي يجبرني عايش مع واحد ما بحبوش قررت اواجه بس في اليوم ده اكتشفت ان انا حامل ببنتي رانا وووووو قلت حرام ازام ببيب اللي فباتني ينزل ميلاقي ش قب ربيع ما كنتش عايزة أكرر الحكاية اللي حصلت معي فايا حرمان وعد أربع سنين استحملت وبعد ماما ما توفت وهو أخد الدكتوراه وكررنا نرجع تاني على مصر وفي اللحظة اللي دخلت فيها المطار قلت أنا لازم أبدأ حياتي من جديد أرمي كل حاجة وردها لي إيه ده معقولة صدفة أهلاً زاكي هشام عاش من شافر زاكي حبيد أخبارك إيه إنت فينا؟ أنا هنا يا أخي أروح فين إنت اللي على طول مسافر وعمالين من أسبع في صفقات وأخبار أقول لك إيه إيش ناوي تبعني المزرعة بقى اللي كلمتك عنها مليون مرة أبدا كده مزرعة إيه كل واحد فيك يقبلني يقولي المزرعة بأعنيكم المزرعة دي خلينا عرفها ملك الجاحي بتعمل لنا كل إعلاناتنا دلوقتي إيه شام بيه ثابت واحد من أغنى أغنياء العالم ما تلقش أو كده لذيب مبلغ إيه وانا اللي بقولي ما فروس فتحات كل سنة يا سيدي يعني هي المجالة دي بتسيب حد في حاله أما تا ثاني يا واحد قهد يا شام قهد يا راجل راجع على طول قلو انتي عارفة يا ملك هانم انتي نوسخة طبقة الأصل من واحدة كنت بحبها زمان اسمها إيه هي اسمها وفاء بس الحقيقة هي أبعد ما يمكن عن الوفاقة أول ما عرفت بيها كانت عايزة تعمل وشوع قد تتكلم في مليون اثنين مليون جنيه قدتها مليون دولار وبعديها اختفت بس متهيق لي واحد زي حضرتك ممكن يعرف مكانها فين سهل يا عوي بس زي ما تقولي كده أنا اللي مش عايز أنا اللي بيبعني بيها على طول يا ملك هانم وعلى فكرة يا مش أول واحدة تعمل معايا كده أنا يا ما عملت أكتر من كده بكتير مع ناس تانية غيرها ودايبما كانوا في الآخر بيختفوا انتي عارفة أنا مرة جاوزت واحدة لمدة أسبوع خادت مني حوالي عشر مليون جنيه وبعديها رحت اتجاوزت واحد تانية مالك مفسوط قوي وانت بتقولها عادي أنا حظي يوحش دايما مع الستات وبالذات الحلوين قوي دي زي حضرتك أنا عايزة أسلبك الكرت بتاعي ياريت أسمع صوتك في أي وقت وأكون سعيدة ولو قدرنا نعمل بزنت مع بعض في يوم والأيام هيا نديم راح فين عندي مئة مشوار لا تتعاشر معاني لا لا مش هاضح يا رامل معي صحيح والله ما عندي وقت معانيش مرة تانية طي شوفك على خير شوفك على خير شوفك على خير لازم تابن وراي أنا أعمل بكده فورس سعيدة هان باي 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 جود تسيو سيم هي هاي بس حبك من زمن؟ لا